فالمسيح كان حازم وحاسم معاملات المسيحة لطيفة جدا شيء ثالث أحبائي يسوع المسيح يعتبر البطل يعتبر البطل في حقوق الإنسان في المساواة للجميع ألاحظ المسيح لم يتبع شعارات ولا كلمات منمقة ولا اهتم بالشعبية الذين قالوا له أصنى لابن داود هتفوا وسبحوا يوم الجمعة كتير ناس قالوا اصلبه اصلبه ومكتوب عنه كان يعرف ما في قلب الناس مش بحاجة لشهادة الناس لكن المسيح يعتبر بطل شامبيون في حقوق الإنسان المساواة للجميع إذا بتنظر في حقوق المرأة لما بتشوف كيف المسيح يتعامل مع المرأة في الإنجيل المقدس حقوق الأطفال ما هو شيء جديد بيعملوا لهيئة أمم عشان يهتموا بالحقوق المرأة ونص دول العالم لا تهتم بحقوق المرأة لكن حتى يكونوا politically correct حتى يكون عندهم سياسة مقبولة الإزدواجية العالم عم بساير مرعوب بخايف أن يواجه الباطل والضلال حتى تكون الأمور السياسية كلها ماشية مزبوطة كان بيهتم بحقوق الأطفال المسيح كان بيهتم بالعدالة الاجتماعية اليوم في كتير حقوق للإنسان لكنها تسيس بحسب المكان بحسب الهيئة وبحسب الدولة بدل ما يكون عندها الموقف المحايد ما تهتم بالعدالة الاجتماعية وجود المسيح أحبائي كان ضد الظلم ضد الظلم تعرفوا المسيح تعامل مع مرأة سامرية وكان فيه عداء وعنصرية بين اليهود وبين السامريين المسيح كسر العنصرية وقبل هذه الامرأة بكل ماضيها بكل خطاياها بكل بشاعتها بكل مراوغتها وبكل سقطتها في قلب قلبها كان فيه بحث عاوز تعرف مين المسيح وعندما قال يسوع ادعي زوجك قالت له ليس لي زوج قالها بالصواب أجبت فعلا لأنه كان عندها خمسة والسادس خمس أزواج وما منعرف شو صار بالأزواج لكن السادس اللي عايشي معاه بالحرام فإذا كان عندها جوع روحي وعطش روحي لا يستطيع أحد أن يشبعه إلا يسوع المسيح فالمسيح لم يعنفها لم يوبخها لكن بمحبة الدافئة لأنه مكتوب عن يسوع شمس البر والشفاء في أشعاتها في أجنحتها اللي بتلمس هذه الأرض المعذبة بالآلام والخصام والمرض والظلمة والبؤس والشقاء والجهل بكل أنواعه جاء المسيح أحبائي حتى يتعامل كسر العنصرية كان لطيف معها علم المسيح عن مثل السامر الصالح مش مهم منك تكون شو خلفيتك لكن الذي يصنع الرحمة المسيح اتعامل مع المرأة الزانية في يحنى 8 أرادوا أن يرجموها فقال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر وعندما خرج الجميع سألها يسوع أم دانك أحد قالت لا يسيل قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئ موسيقى 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 موسيقى